أعرب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عن أمله في أن يهتم رئيس الوزراء حيضر العبادي لصوت المواطن ومعاناته واحتياجاته وأن لا يتلفت أو يلتفت إلى الأصوات النشاز التي تعاني عقد الماضي وأوهام المستقبل وأكد في بيان الله أن الدورة التشريعية الحالية ستختلف عن سابقاتها وأن رئاسة المجلس لن تسمح مطلقا بشكل من أشكال التدخل في شؤون السلطة التشريعية وأضاف الحلبوسي أن مجلس النواب لن يستلم توجيهات وامر من أي شخصية أو سلطة ولن يستمع إلا لصوت الشعب